أتقدم بي الشكر للأخوة المستجوبين والشكر كذلك موصول لمن أيدهم أو عارضهم في استجواب وزير المالية وأنا أحب أن أؤكد في البداية على مبدأ أساسي لن نحيد عنه بإذن الله كنا وما زلنا عليه بأن أي شيء يرهق المواطن نحن ضده وخاصة المسجلين في المؤسسة العامة للتأمينات اليوم عندنا الفائدة أو الربا أو ما يسمى في الاستبدال في قانون التأمينات الصادر في 2005 كل هذا الأمر مرفوض لقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا إذا البعض تساءل ما هو الموقف شنو الحل الحل اللي تعلمناه في سنة أولى كلية الحقوق بأن القانون ما يلقي إلا قانون والتشريع ما يتم تعديله إلا بتشريع آخر هذا هو الحل والحل يكون تحت قبة عبدالله السالم ومع تقديرنا للطرف المستجوب وحسن نواية واعلم علم اليقين هم حريصين كل الحرص على إلغاء هذا القانون أو تعديله إلا أن الأداة تختلف أما عن أسبابي في تجديد الثقة بوزير المالية فأنا قبل أسبوعين بنفس هذا المكان أعلنت وهدت وزير المالية بأنه عنده أمغين إما أن يحيل الملفات اللي سلمتم إياه الخاصة بالتجاوزات المالية في التأمينات واللي تبلغ قيمتها لا تقل عن 960 مليون إلى النيابة العامة أو صعود على منصة الاستجواب وأنا لما أتكلم عن هذه الملفات الملفات ثقيلة إحدى الملفات فقط ملف خاص في صندوق المواني والتأمينات اللي إلى اليوم ما رجعوا للخزينة العامة 520 مليون والراحت منو حاسبهم والملف الثاني اللي كما يقال شر البلية ما يضحك كانت الشركة بترولينك في يوم من الأيام رأس مالها مليون بقدرة غادر تم زيادة رأس المال إلى 25 مليون ودفعت فيها التأمينات 49% يعني بمعنى 12 مليون وربع تم تفع من المال العام إلى هذه الشركة وبعد فترة صغيرة ما تجاوزت سنتين أيون الشركة وأعضاء المؤسسة أو أعضاء الشركة يقولون ترى الشركة أفلست 12 مليون وربع تبخرت هذه طريقة جديدة لسراق المال العام إذا أرادوا الاعتداء على المال العام بعد تسليمنا لهذه الملفات وجدنا هناك تباطئ من قبل وزير المالية واتخاذ اللازم باتخاذ اللازم أو إحالة إلى النيابة العامة قمنا مباشرة بالتوقيع ولم نتردد على طرح الثقة بوزير المالية ونتيجة هذا التوقيع هو رضوخ الوزير بحالة هذه الملفات إلى النيابة العامة الملف الأول يحالوه إلى النيابة العامة والموقع من قبل مدير التأمينات بحالة بعض أعضاء مجلس إدارة وموظفي شركة بيترولينك المستولين على أموال المؤسسة إلى النيابة العامة مو بس هذا الملف الآخر وهو صندوق الروسية والمواني اللي يوم أحيل 520 مليون إلى النيابة العامة من قبل التأمينات مو بس هالملفات والتزمنا الصمت مو بس هذا والملف الثالث لأول مرة يحدث في تاريخ مجلس الأمة مأنه يتم تشكيل لجنة بناء الاقتراح عبدالله الكندري بمتابعة وحصر وتعقب ومصادرة أموال الرجعان الهارب اللي باقي فلوس التأمينات والحاش لأول مرة عندنا لجنة مشكلة من عشر جهات حكومية ومنها البنك المركزي لمصادرة أمواله هذه الخطوات اللي اتخذناها وهذا الاسلوب اللي اتبعناه وهذه الأدات اللي نشوفها اليوم حققت النتيجة اللي نصبوا إليها مثل ما حققت في السابق النتيجة لما قدمنا شكوة في النيابة العامة ويرجاع مبلغ 200 مليون إلى الخزينة العامة لذلك كان شرطي في الاستجواب هو استجابة وزير المالية بحالة هذه الملفات وإنشاء لجنة جديدة لمصادرة واسترداد أموال الرجعان وتحقق هذا الشرط التزم فالتزمنا وأما من يختلف معانا في وجهة النظر فله كل احترام وتقدير فاختلافنا إثراء وتقبل الخلاف نضج فهناك أدوات دستورية كل اللي يرى تلك الأدوات هي تحقق النتيجة اللي يرضاها وأنا اخترت اليوم أدات دستورية واللي حققت النتيجة اللي كان دورها فعال في حماية المال العام وأؤكد بأننا لا نشك بنوايا أحد فالكل حريص على مصلحة الكويت ولكن كل واحد لا طريج في هذا الشأن وأما عن الأبواق والأصوات المأجورة اللي قاعد تحاول شوه صورة عبدالله الكندري أقول لهم على قدر الألم يكون صراخ وأدري أن حالة هذه الملفات إلى النيابة العامة أزعجتهم وأدري أن هناك هناك وناس يحاولون أن يسترون على هذه الملفات ولكن بإذن الله سنظل على هذا الطريق لأجل حماية الأموال العامة ومن أجل إرجاع هذه المبالغ كلها إلى التأمينات إلى فلوس المتقاعدين إلى أهل الكويت ترجمة نانسي قنقر